السلام عليكم متابعين قناة شهوات سعاد إفاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ليم شاء الله غد نشارك معكم كيكا يومية بيضة واحدة فقط كتجي طالعة خفيفة وهنشيشة كتدو في يد قبل ما توصل الفم غنضيف لها واحد لإضافة كتعطيها واحد لون جد مميز من الداخل ومضاق اللي لديد لديد بزاف كذلك غنشارك معكم واحد صلصة زوينة كتعطي لكيك شكير زوين وكتزيد المضاق ديالو كتزيد بن المضاق ديالو وهذه الكيكا غنخدموها غيب الطراب اليدوي بدون ما نستعملو الطراب الكهربائي كذلك نعطيكم جميع الأسرار والنصائح اللي كيخلي والكيكي ينجح معكم وما يهبط لكمش في الفران كذلك الكيكا كتبقى محافظة على الرطوبة ديالها ما كتنشفش من بعد فيلعجبكم فيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومتعاليق ديالكم اللي كتدعمني وكتشجعني بغيت نشكركم بزاف بزاف على دوك التعاليق الله يجعلهم نكون في ميزان حسناتكم يا رب وبنسبة السيدة لأول مرة كيلتحقوا بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا إلا عجبكم المحتوى دعموني بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاوا دائما تتوصلوا بجديد الوصفات وعلى بركة الله ندوزم مباشرة طريقة تتحضير وأول حاجة هنأخذ واحد البول وغنوضع فيه بيضة كاملة كما كتشوفوا البيضة رغمت وسطة في الحجم وتكون بحرارة المطبخ دائما البذل اللي كنخدمو به الكيك كخصو يكون بحرارة المطبخ ما نجبدوش مباشرة من تلاجة ونخدمو به هادو من العوامي اللي كتساعد في نجاح الكيك نضيف واحد كأس ديال السكر بالنسبة للكمية ديال السكر كتبقى على حسب الضوء كيف نقول لكم دائما لما كيبغيش الحلاوة طبيعة الحال غدي نقسم الكمية ديال السكر انا هندي عندي كأس كيوزن مياه وخمسين جرام ديال السكر تقدروا تنقسم هاد الكمية لما بغيتوش سكر كتير نضيف واحد رشا ديال الميلي حلي كتصححنا الدوق وكتثبت المدقة السكر وغادي نخدم مزيان هاد البيضة مع السكر كيم ما كتشوفو غيب استعمال ديال الطراب اللي يداوي إلا بغيتو تستعملو الطراب الكهربائي كيبقى لكم الاختيار وضروري نخدمو مزيان البيضو السكر حتي واللي الخاليط أبيض من بعد غادي نضيف له كأس قلرب ديال زيت نباتية ماي وعادل 108 ميلي لتر كنضيف زيت على دفوعات وانا كنطرب كيم ما كتشوفو في الصورة دائما بالسعانة بالطراب اليدوي واللي عندها الطراب الكهربائي وبغا تستعملو كيبقى لها الاختيار من بعد ما كتختفي زيت تماما في الخاليط كيم ما كتشوفو الصورة وهدا هو القوام الخاليط اللي كنحصلو عليه غادي نبدأ نضيف هنا الحليب عندي كأس ديال الحليب ماي وعادل 150 ميلي لتر بالنسبة للحليب ضروري يكون محرارة المطبخ ما تشبدوهش متلاجة وديروه في الخاليط ديال كيك لانا ما غاديش تحصلو علي كيكاب ديال المواصفات اللي انتو ما باغين من بعد غادي نضيف جوج مع الكبار ديال الخل بنسبة للدور ديال الخل كيخلي كيكي يجيكم خفيف وكيحيد الريحة ديال البيض من بعد ما كنخلط مزيان ديال الخاليط غادي نضيف دباء الدقيق عندي الكأس الاول ديال الدقيق الابياد اللي بطبيعة الحال خصو يكون مغربل بنسبة للوزن ديال الكأس هو 100 قرام الكأس اللي كان نعبر به كيوزن 100 قرام ديال الدقيق 150 ميلي لتر ديال السوائل و150 قرام ديال السكر نضيف الكأس الثاني وعلى دفوعات وانا كان نطرب في نفس الوقت وضروري دقيق الابياد يكون مغربل من بعد غادي نضيف نصف كأس ديال الدقيق الابياد الاخير يعني ضفت جوج كيسان ونصف كأس من الدقيق الابياد ما يعادل مائتين وخمسين قرام وضروري دقيق يكون مغربل ودائما نضيفوه على دفوعات من كأتبقى لي هاد الكيمية الاخيرة ديال الدقيق غادي نضيف مراها مباشرة جوج أكيس ديال الخاميرات الحلويات كل كيس كيوزن 100 قرام المجموع ديالهم بجوج هو 16 قرام مضروري نغرب لو الخامير هاد الحلويات باش كنحصلوه على النتيجة أفضل وفي الاخير غادي نضيف واحد للأضافة اللي كتعطي الكيك واحد اللون جد مميز من الداخل وكتعطيه واحد الامادة اللي هائل انا كنصحكم تديرو هاد الفلون ديال الفانيل او الفلون ديال الكراميل كيعطي واحد الامادة جد جد ممتاز الكيك وكيعطي واحد الامادة اللي مميز داخل فاصط الكيكة كان ننصحكم بشي ده تجربوه كان نخدم زيان هاد الخليط ديال كيك باستعانة بطرها باليداوي كما كاتشوفو في الصورة قريبا لمدة واحد جوش دقايق باش كتدخل اكبر كمية ديال الهواء لهاد الخليط وبطبيعة الحال غادي جينا الكيك مفشفش ومهوي من الداخل هدا هو القوام اللي كان حصلو عليه يعني ديك الرقم ديال تمانية كيختافي بسرعة يعني الخليط كيكون خفيف واحد شوية هكا باش كي جينا الكيك خفيف ومهوي وكي بقى محافظ على الرطوبة ديالو من بعد يعني ما كتيبسناش الكيكا من بعد هدا هو السيلي كيخلي كيكا ما تيبسلكمش من بعد هو الخالط ديال الكيك والخالط ديال البيض والسكر خصويت تتخدم بزيان حتي كيوالي لون ديالو ابيض من بعد غادي اخد المول ديال الكيك اللي غا نوضع فيه الكيكا هنا عندي مول دائري غا نخليلكم القطر ديال هاد المول في صندوق الوصف بالنسبة لهاد المول فرشتو الوراق ديال الطبخ في الارضية ديالو ودلت الورق ديال الطبخ مع جناب بطبيعة الحال دهنت المول والوال بزبزو عد لصقت فيه الورق ديال الطبخ هكا باش ما كي جينيش في ديك الدقيق بعين في الكيك وفي نفس الوقت يعني كي زولي الكيك بكل سهولة من يعني من المول بالنسبة لهاد المول هادا كي ديرت 8 ديال و 15 درهم وكي صلاح تلجينواز يعني عملي بزاف لبغيتو تشريوه شخص نعلي ويدنا لدينا اكبر كمييه للهواء الدقيق ستضمنوا بان كيك ديال غدي يجينا ومفشفش منسبة لطريقة ديا الثالية الطياب مهمة بزاف بسبب السيدات اللي عندهم الفورن الكهربائي كتدخلو الكيك ديالكم الفور اللي كانو مسخنينو اterminوا الكيك في الطبقة اللي بعيدة على النار على درجة حرارة 9 و 70 درجة حتى كتدو كتتتتتتتتحمر لكم مع الجناب عد كتتتتتتتشعلوا عليها وكتتتتتتتحمر شوية من وجه ديالها دائما ديرو شي حاجة تقيلة تحت الكيكا هكا باش كتضمنو النجاح دي لو كتتطبع لا خطر وكتجيكم طايبة من بره ومن الداخل وما كتتخطف لكمش في الطياب بنسبال الفرن الغازي انا غنتقلي معاكم الفرن الغازي باش نورر يكون ونشرح لكم زيان طريقة ديال الطياب اول حاجة الفران يكون سخون من قبل ثاني حاجة كنحطو الكيكا فوق مقلاد ديال الحرشة كما كتشوفو في الصورة اول مقلاد الحرشة كنقلبها على وجهها كنحط الكيكا فوق الظهر ديال مقلاد الحرشة ودائما النار كتكون قليلة يعني ما كنجاهدشي النار كننخليها لكيكا كتطيب حتى كتتحمر من تحت ومن الفوق وكتطبي حتى من الداخل ما كنشعش عليها من الوجه ديالها او ما كنحاديش فيها حتى كتطيب تماما عاد كنجبدها من الفران وكما كاتشوفو في الصورة النار تكون قليلا كيكا على خطرها و كيكا على خطرها مجرد ما تجدوها من الفران كيكا على خطرها تبعونا صائح دي الطيب لأنه مهمة بزف و ما تحلوش على الكيكا باتاتا حتى كتشمر ريحة الكيكا حتى كتدوص 45 دقيقة في هذا الوقت الكيك في الفران نحضر واحد صلصة باش نزينو الكيك نحتاج تولة كأس الحليب مايو عادي 50 ميلي لتر نضيف عليه كيس الحليب المجفف بودرة الحليب المجفف كيوزن 60 قرام إذا لديكم الحليب المجفف يعني علبة كبيرة ثلاثة المعالقة كبيرة هذا هو الوزن 60 قرام نضيف كيس سكار فانيلا ثم نضيف سكار ثم نضيف سكار ضغط الزيت نباتية او تقدرو تعودها بمعالقة كبيرة الزبدة نخلط باستعانة بالميكسر و هذه هي الصلصة بإمكانكم استعملوا الكأس الخلط كرابئي بالنسبة للقوام خفيفة و حشوية ثم نضيف كمية الحليب الممكن ما كانت قاصحة و خاترة يكون أحسن كيكة ثم نضيف السفر وتجرب من الموجات و تمخلط طعام ثلاثة نضيف سكار تجعل واحدة تدفع واحد شوية المهم انا خليت الكيكا لما بردت واحد شوية يعني غيب ادفعت واحد شوية عد غادي انزينها ضروري توضعوشي صحن تحت الكيكا كباش كي هبضك الصلصة في الصحن يعني احتالها بطلت شي حاجة كتوليت جمعها من بعد توليو تزينو بيها بالنسبة القوام دي الصلصة كيكون شوية خاتر واحد شوية لانه الى درتوها خفيفة بزاة فغادي تشرب لكم الكيكا الصلصة وصفي المهم بغيتو تدرو الصلصة بقاوم خفيفة كيبقى لكم الاختيار وتنزين هنا بشو ديال الحبيبات ديال الشكلات عندي هنا اياه المهم دائما تزين كيبقى على حسب الدق ديالكم على حسب المتناول عندكم والحسب شون تيعجبو لي داتكم نتومك وكان هدا هو الشكل نهائي ديال كيكا اللي حضرت معاكم اليوم كي مشتو رغم ان الكيكا بسيطة الا ان الشكل لها كي يجي راقي كي يجي المضاق ديالها زوين زوين بزاف هاد السلصة خطيرة في المضاق كتعطي واحد المضاق المميز للكيكا ودك الاضافة ديال الفلون اللي كنضيفو كتعطي واحد اللونزوين للكيكا من الداخل وكتعطيها واحد المضاق اللي بنين بنين بزاف اني هاد المزيج ديالنا كهات كامل اللي كين في هاد الكيكا هدي كي خليال الكيكا تجي راقية وتجي لديد انا مأكدة غتجربوها وغتعجبكم بزاف لانها فعلا كتستحق تجريبة هشيشة وخفيفة وكتدب في اليد قبل ما توصل الفن وكي ما قلت لكم في الفيديو لا بغيتو الكيكا ديالكم تجيكم طالعا وتنجح معاكم اخذكم تحتارمو يعني جميع المراحل ديال تحضير المقادرة تكون كلها بحرارات المطبخ الفران يكون ساخن من قبل بالنسبة للكيكا لا بغيتو تبقى لكم ارتباط وما تيبس لكمش وما تنشف لكمش تخدمو الخاليط ديال اللي بيدو سكر مزيان حتى كي يولي اللون ديالو ابيض والخاليط ديال كيكا نخدموه مزيان باش كتدخل فيه اكبر كمية ديال اللي هوا وكتبقى الكيكا ديالنا كتبقى رطباء وهشيشة مدة طويلة شوفوا معايا في الصورة كيفاش كي يجي اللون ديال كيكا وذك الاضافة ديال الفلون اللي ضفنا كتعطيها واحد اللون جد مميز والمضاق تيجي الديد الديد بزاف وحتى ديك الصلصة كتعطي واحد الاضافة زوينة لها الكيكا رغم انها بسيطة انا كيجي الشكل ديال هراقي والمضاق ديالها تيجي زوين زوين بزاف جاوني بزاف ديال تساؤلات في الفيديو السابق ديال الكيكا اللي شاركت معاكم فحاولت ما امكان جاوب عليها كلها في هذا الفيديو بالنسبة لطريقة ديال الطياب انا حاولت نبضحها لكم يعني بصورة باش تشوفوا كيفاش كنديل الكيكا في الفران انا سنطيب الكيكا غير في الفرن الغازي رغم ان عندي الفرن الكهربائي كيعجبنين طيبكيكا في الفرن الغازي وشوفوا معايا كيفاش كتجيه شيشا كتبان غيمش شوفا ديال العين فشفشا وراكات بقار طبع مدة طويلة يعني ما كتيبش غيت تبعو النصائح لي في الفيديو كلها شكرا حبيباتي الغاليات لحسن المتابعة ديالكم شكرا للتعليق الطيبة ديالكم اللي يجعلها لكم في ميزان حسناتكم يا رب بنسبسي داتلي اول مرة كيشوفوا القناة مرحبا بكم وفضلا وليس امرا الي اعجبكم المحتوى اللي كان قدم دعموني باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا جديد الوصفات ويلا اعجبكم الفيديو حبيباتي الغاليات ما تنسفش توصلوا الاكبر عدد من اللايكات وتبرتاجهما الاهل واصدقاء باش تعمل فائدة وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى